من بنغازي ينضم إلينا الدكتور مختار الجدال أستاذ العلوم السياسي ألن بك دكتور مختار على شاشة الغد مواقف متضاربة متباينة متناقضة أحيانا لمجلس المجلس الأعلى للدولة أسباب هذا الاضطراب في الموقف هل هي بنيت هذا المجلس مساء الخير أعتقد التراجع جاء نتيجة الخوف المجموعات هذه صراحة مجموعات الآن تحتل المنطق الغربية هذه مجموعات لا توافق معها لا أعتقد أنها تبحث عن توافق أنا سمعت أنه تم تهديد سيد خالد مشري وبالتحديد من جماعة تنظيم القاعدة خاصة محمود برجب في الزاوية أيضا أطلق النار على مدير مكتب حزب الإخوان المسلمين عبد الرزاق سرقن في الزاوية ولكن لم سلم أتصور أن هذه المجموعات لا تريد التوافق لأن التوافق سينهيها مجموعات مسلحة تسيطر على ترابلس والزاوية والمطق الغربية أتصور أن الانتفاق أو التوافق سينهي هذه المجموعات وهذه المجموعات لا تريد الخروج من المشهد وهذه الحقيقة أنا لا ألوم سيد خالد مشري لأنه هو في وضع لا يحصد عليه نعم إذن هل أصبحت هناك مجموعة في نعم نعم وصلت هذه النقطة إذن هل أصبح الانقسام هناك مجموعة هو سيد الموقف يعني حكومتان منفصلتان كل حكومة تبحث عن شرعية وعن السلطة هذا القادم أعتقد هكذا يعني أن دبيبة سيستمر طالما هو وهذه حقيقة ونسجلها هنا عبر قناتكم من يحكم ليبيا الصديق الكبير المالك الرئيسي لمصرف ليبيا المركزي والجهة التي سينحاز إليها الصديق الكبير هي التي ستبقى حكومة لديها أموال ولديها إمكانيات وعلى ماذا يعتمد عبد الحميد دبيبة في هذه المواقف المتشددة والمتشنجة يعني هل غياب ربما المواقف الدولية من قبل البعثة الأممية من قبل الأقليم وحتى المواقف القوى المتحكمة أو القوى المؤثرة في الملف ليبيا الولايات المتحدة فرنسا وغيرها لا أقول لك الحقيقة المجتمع الدولي حقيقة متدبدب لم يحسم أمره بعد حتى هذه اللحظة هي عبارة عن تسريبات لا تصل إلى مستوى أو درجة من التعييد المطلق لحكومة دبيبة وحكومة بشغة كلنا ستيفاني تجتمع مع الجميع وتلتقي بالجميع ولم تحسم أمرها بعد كيف تفسر هذا التذبدب؟ نحن من السابق نعم يعني البعثة الأممية لا تمثل الأمم المتحدة هي تمثل خيارات الدول العظمى المؤثرة في الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي طبعا 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 بالتأكيد هي البعثة الأممية تمثل لكن لكن من السابق لوانه التحدث عن انقسام فعلي حتى مجلس النواب حتى نصل إلى مجلس النواب يمنح التقي لحكومة بشغة بعد ذلك نبدأ نناقش في موضوع الانقسام الفعلي أما الآن حقيقة ما زلنا تحت ضغط المجموعات المسلحة دبيبة ما زال تحت ضغط المجموعات المسلحة وقام باستخدام المال الفاسد لشراء دمم وهذه اشكالية حتى البلديات هو اشتراء دمم عمداء البلديات بتخصيص مبلغ 2 مليار و 500 مليون كميزانية للعام القادم وهذا حقيقة يعتبر شراء دمم لتعييده وأبقائه في المشهد حتى الآن المشهد لم يتضح بعد مجلس الدولة منقسم على نفسه كان أمس وأول أمس لكن ليلة البارحة حسم أمر خالد المشهد خارج وقال ما جرى في مجلس النواب غير قانوني وهذا بصراحة دريعة يتدرع بها أمام تخويفه من قبل المليشيات المسلحة ومن قبل قادة تنظيم القاعدة ومجموعة الإخوة المسلمين وهذه بصراحة هي المشكلة المشكلة في ليبيا انتشار السلاح وانتشار الجماعات الإرهابية هذه المشكلة لابد من القضاء أولا على المجموعات هذه المجموعات إما دمجها أو جمع السلاح لأن طالما موجود السلاح في طرابلس وفي المناطق الغربية وعينك يا تاجر وغير وليس عند الدولة هذه الإشكالية هذه الإشكالية هي الإشكالية انتشار السلاح فقط والمجموعات المسلحة وهنا أسألك ما هو المطلوب أمام هذا الانقسام ما هو المطلوب لعادة توحيد المواقف ما بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة ربما لتجنب خسارة ما تم إنجازه خلال العام المصر خاصة على صعيد لجنة زاد خمسة العسكرية هل هذا وارد ويحتاج إلى جهد محدد ما صدر عن لجنة خمسة زاد خمسة أمس هو تخوف مما يحدث يعني حقيقة هما متخوفيه مما قد نصل إليه من انقسام إلى مواجهة عسكرية وهذا حتى الآن يستبعد السيد فتح بشاغة يستبعد أنها تكون في مواجهة عسكرية لكن هذه المجموعات ودبيبة عندما تصل إلى نقطة سوف يواجهون أنا أتصور ذلك سوف تحدث مواجهة عسكرية خاصة في مدينة طرابلس لأن الآن الطرفان يستعد كلهم يستعد للمواجهة لجنة خمسة زاد خمسة ليس لديها آليات ليقاف هذه المواجهة لجنة خمسة زاد خمسة هي عبارة عن مسار عسكري أمني يرضى به أو لا يرضى عليه هذه الشكلية الطرف الآن شرق ليبيا راضي على مسار الخمسة زاد خمسة لكن الميليشيات في غرب ليبيا غير راضية تماما على ما يجري هي لا تريد التوافق التوافق يدفع إلى الاستقرار الاستقرار يضرها هي لأن هي عايشة على أو تعتاش على ما يشرف إليها من أموال خارج ميزانية الدولة وما يعطى إليها من مبالغ مالية من الآن دبيبة أو رئيس حكومة الوحيدة الوطنية اشترى العديد من المجموعات المسلحة وهي مستعدة للدفاع عنه نعم دكتور مختار الجدال أستاذ العلوم السياسية كنت معنا من بنغازي شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك لك